السلام عليكم مشاهدين الأعزاء هل غنيت من البخث عن قصص إسلامية عبر شبكة الإنترنت ولم تجد ما تبحث عنها إليك قناة الوجه المشرق الدينية قناة تهتم بالقصص والأخداث الإسلامية اشترك الآن في القناة الرابط تجدونه أسفل الفيديو في هذا الفيديو سنتعرف على صحابي جليل شارك في العديد من الغزوات ولكنه قام بعمل بعض الأشياء أغضابة الرسول منها ولعل العديد من المواقف مع الصحابة والتابعين فهيا لنتعرف عليها ولكن قبل أن نبدأ لا تنسوا تسجيل الإعجاب بالفيديو وعمل اشتراك بالقناة وتفعيل الجرس الرمادي ليصلكم كل ما هو جديد ما هو هذا الصحابي هو صحابي جليل يدعى بريدة بن الحصيب بن عبد الله بن الحارث أبو عبد الله الأسلامية وأسلم أثناء هجرة الرسول إلى المدينة وكان يقف هو وثمانين من أهله عند كراع الغميم وهو موقع ناحية الحجاز بين مكة والمدينة فمر بهم رسول الله صلى الله عليه وسلم ودعاهم للإسلام وبعدها استجاب هذا الصحابي الجليل وثمانية من أهله لدعوة الرسول وأعلنوا إسلامهم ثم صلى بهم رسول الله العشاء ويوم أعلمه الرسول صلى الله عليه وسلم سورة مريم وكان الصحابي بريدة رجلا مقدام وشجاع غزم الرسول صلى الله عليه وسلم ستة عشر غزوة وكان رضي الله عنه يحب رسول الله حبا كبيرا مواقف بريدة بن الحصيب مع الصحابة بالرغم من محبة بريدة للرسول صلى الله عليه وسلم الزائدة إلا أنه لم تشفع له فهو أغضب الرسول من شيء قام بفعله مع سيدنا علي بن أبي طالب ففي أحد المرات كان بريدة مع سيدنا علي في اليمن وعندما عاد شكل الرسول صلى الله عليه وسلم من سيدنا علي فقال يا رسول الله كنت مع علي باليمن فرأيت منه جوفة وبعدها فجأة تغير وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم قال يا بريدة ألست أولى بالمؤمنين من أنفسهم فرد الصحابي بلى يا رسول الله فقال رسول الله من كنت مولاه فعلي مولاه الأحاديث التي رواها هذا الصحابي الصحابي الجليل روا بعض الأحاديث النبوية ومنها ما قاله سليمان بن بريدة عن أبيها أن معز بن مالك جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال له يا رسول الله طهرني فقال ويحك أرجع فاستغفر الله وتب إليها قال قال فرجع غير بعيد ثم جاء والصحابي خاطب الرسول قائلا يا رسول الله طهرني فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ويحك ارجع فاستغفر الله وتب إليها فقال رجع غير بعيد ثم جاء فقال يا رسول الله طهرني فقال النبي مثل ذلك حتى إذا كانت الرابعة قال له رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما أطهرك الصحابي رد على النبي طبقا لحديث بريدة من الزنا فسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم أبيه جنون فأخبره أنه ليس بمجنون فقال أشرب خمرا فقام رجل فاستنكاه فلم يجد منه رح خمر قال فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أزنيت فقال نعم فأمر به فرجم فكان الناس فيه فريقين الفريق الأول يقول لقد هلك لقد خطت به خطيئته والثاني يقول ما توبة أفضل من توبة معز أنه جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فوضع يده في يده ثم قال اقتلني بالحجارة قال فلبثوا بذلك يومين أو ثلاثة ثم جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم وهم جلوس فسلم ثم جلس فقال استغفروا لمعز بن مالك قال فقالوا غفر الله لمعز بن مالك قال فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لقد تاب توبة لو قسمت بين أمة لوسعتهم وتعد هذه الأحاديث واحدة من الأحاديث التي رواها بريدة عن رسول الله وتناقلها من سمعوه والله أعلم هذا كل شيء عزاء المشاهدين نترككم في أمان الله إلى اللقاء